مرحبا لكم يا أخباركم شباب بعض الأخوة راسلوني نحول الشاشة تحويل ذاتي بدون ما نستعمل هذا الريموت نتحول من الدقمة الحمراء فنحن نحولها بدون ما نستعمل هذا الريموت تعمل ذاتي مجرد ما نطفيها وشغلها ستعمل الريموت نطفيها وشغلها ستعمل ذاتي بعد ما يحتاج تستعمل الريموت الطريقة شلون ندوس مينو وندوس واحد واحد أربعة سبعة ستظهر عندك هاي القائمة السرية شوفوه شباب طبعا هاي القائمة السرية خلوها الشركات مخفية لان هاي النظام اذا ما تعرف به راح احتمال عندك الشاشة تعطل يعني تتلف ما صغيرها تشارك فنحن شون نعرف نحولها ذاتي اكو خيار موجود دائما يعني معظم الشاشات مكتوب تلقونه جنرال ستنك هذا هو الخيار الماشر عليه جنرال ستنك تقريبا خامس خيار جنرال ستنك مرات معلناتها باللغة العربية لهو الطاقة ومرات مكتوب بالعربي بعض الشاشات مكتوب طاقة يعني ما مكتوب جنرال ستنك فقط مكتوب طاقة هذا هو اللي يحول لك الشاشة نظام ذاتي يعني بعد الريموت ينكسر ويعطل الشاشة تصور عندك بحة تتحول ندخل علي شباب شوفوه نروح ننزل على هذا الخيار شوفو له جنرال ستنك ندوس اوكي هنا مكتوب باور مودي اول خيار اللي هو يحول لك الشاشة ستنك مطيها اون اون معناتها باللغة انجليزية على اذا انت تلقاه مثلا لاست شوفوه صغيرت هاي لاست ماش تغذاتي لازم بالريموت او ستان بانت انت تخليها اون او معناتها تتقاه بعض الشاشات نعم تخليها اذا اخري وبعدين تخرج بالاكست تخرج راح تشتغل عندك نظام مباشر بدون استعمال لا ريموت ولا هم يحزنون وانا بخدمة كون ايشي سفسار سؤال انا موجود وبخدمة كون هاي بالنسبة لبعض الشاشات اخوان بعض الشاشات